عاد رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الأسواني مساء اليوم إلى نواكشوت قادما من مدينة زورات عاصمة ولاية تيرزمور بعد الإشراف على تدشين مشاريع تنموية وإطلاق الأشغال في مجموعة أخرى وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد واستقبل رئيس الجمهورية بمطار نواكشوت الدولي والتونسي الوزير الأولى سيد محمد بلال مسعود والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزيران المستشاران برئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدينة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوت الغربية ورئيسة جهة نواكشوت